كما تبعنا مراسلنا نقل على الهواء مباشرة جانبا من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية الجديدة في مخيم جنين إلى ما يؤشر ذلك بالضبط اعتقادي هو يؤشر على فشل في تحقيق الأهداف بداية تذكر أمس قالو 24 ساعة أو 48 أو 72 وكل ما تحدثوا حتى الآن عنه هو إيجاد ورشة لعمل أو لصناعة العبوات الناسفة شو يعني ورشة؟ يعني غرفة بيساوا فيها شوية عبوات ناسفة إن صح القول أصلاً ولم نسمع عن مقتل لا قيادي ولا على المجموعة يعني مستهدفة ولا عن مطارد مركزي بالتالي بنك الأهداف الإسرائيلي يفشر حتى الآن يتحدثون عن استمار هذه المغامرة المغامرة التي رأيناها الآن على اللواء مباشرة بأن ينزل الجنود من مدرعاتهم ينكلون أغراضاً لا أعرف ما يفعلون ولكن يعتبرها مغامرة وأعتبر بأن إسرائيل لا تستطيع أن تحسم أهدافها طبعاً لا بطائرات ولا بمسيرات هوائية أو الطائرات المسيرة ولا مروحياتها وهي بحاجة إلى جهات على الأرض وتنزل خائفة تحاول تحقيق شيء ما حتى الآن ما حققته هو تهجير الناس تهجير الناس قتل فتية قطع الماء والكهرباء والإنترنت سمعت اليوم يقولون ذلك أثناء التجريف والبحث حدوه يجرف ويبحث عن ألغام بقطع إنترنت ومي وكهرباء كمان هناك حالة غل إسرائيلية تجاه كل من في المخيم أطفالاً نساءاً شاباً الجميع ويحاولون الضغط بهذه الطريقة ما نراه الآن من تعزيزات هو دلالة بأنه فشلوا حتى الآن ترجمة نانسي قنقر